اهلا بحضراتكم من جديد ورجعنا نستكمل مع حضراتكم فقرات هذا الصباح انتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل دي كانت كلمة وجملة ورسالة قوية وجهها السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر قمة تجمع فيشجراد مع مصر في المجر واللي كان فيه حضور قوي كمان لكلام عن مبادرة رئاسية حياة كريمة المشروع القومي الاكبر في العالم لتطوير قرى الريف المصري واللي بتصل تكلفته لسبعمائة مليار جنيه عشان تغير حياة حوالي ستين مليون مواطن مصري في كل قرى ومحافظات مصر وعن حياة كريمة والرسائل الرئيس اللي قالها من خلال وجودنا في قمة مصر ودول فيشجراد بيسعدنا ان احنا نتكلم عن هذا الموضوع وعن حياة كريمة مع دكتور حسد مصطفى رئيس المنطقة السنوي لمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بنرحب بحرائك وصباح الخير يا فنسا رسالة من الرسائل القوية اللي كانت موجودة في هذا التجمع لما كان التجمع بيتكلم عن ازاي ان في كلام عن اللاجئين ووجودهم في دول كتير وبتدايق في دول في اوروبا اللي بيحطوهم في معسكرات مصر بتتكلم بقوة في ان احنا ما عندناش اللاجئين ده احنا بنحافظ على حياة اللاجئين وما بنقولش عليهم لاجئين وكمان بنحافظ على حياة ستين مليون مواطن مصري بنحاول ان احنا نوفر لهم الحياة الكريمة كنت شايف حراك الرسائل ايه للسيد الرئيس وصداها في هذا الاجتماع اولا طبعا هي رسالة السيد الرئيس بتعبر تماما عن رؤية الدولة المصرية وقيادتها للمنطقة العربية وتطبيقها لملف التنمية المستدامة وحقوق الانسان والتنمية البشرية مؤخرا تم اصدار تقرير التنمية البشرية المصري مبني على سبع محاور هدفهم الاساسي هو تحسين جودة حياة الانسان المصري وفقا لمؤشرات اداء واضحة ومؤشرات قياس واضحة اضافة الى اطلاق الاستراتيجية الخاصة بحقوق الانسان فتأكيد كلمات سيدة الرئيس بيعبر عن رغبة الكيادة السياسية توجه الكيادة السياسية تحرك المصري القوي في ملف حقوق الانسان والتنمية البشرية بشكل قوي جدا مش على المستوى المحلي بس او المستوى الاقليمي لا المستوى الدولي ويأكد ذلك ان مصر هي تعتبر الدولة التالتة اللي تنضم القمة مشكلات للدولة الاربعة من خارج المنظومة الاوروبية او من خارج الاتحاد الاوروبي بعد المانيا واليابان فده بيعدل على عظمة الدولة المصرية وتأثرها الاقليمي القوي في المشهد السياسي والمجتمعي والتنموي النهاردة لما بنتكلم على الجزئية الخاصة باللاجئين تحديدا مصر فيها ما يزيد عن 6 مليون لاجئ بيتعاملوا في مصر معاملة المواطن المصري ده اندل على شيء يدل على قيمة قرامة الإنسان اللي بتعلوها الدولة المصرية في سياساتها بالتعامل مع كافة الضيوف على أرض الوطن ها ما عندناش لاجئين بالعكس مصر والوافدين بالزبط كده مصر بتقوم بعملية دمج شامل لكل الوافدين المقامين على أرضها تم استضافتهم تم توفير فرص عمل تم إتاحة كل أدوات النجاح وكل معطيات النجاح لتوفر لهم فرصة للحياة الكريمة زيهم زي المصريين تماما وده اندل على شيء بيدل على عظمة الدولة المصرية وتعاملها مع ملف الإنسانية منذ نشأتها يعني مصر منذ نشأتها كلمة الإنسانية بتعلو فوق كل شيء طيب حضرتك يعني حديث فخامة الرئيس السيسي في المجر عن مبادرة حياة كريمة وعن تحمله مسئولية 100 مليون مصري وأنه هو كمان مقارنة بأعداد سكان الدول الأربعة اللي في تجمع في شجراد ده تعدادهم أقل من الميت مليون مصري يعني ده في بيبين قدرة مصر على تحمل المسئولية رغم محدودية الإمكانيات الموجودة مقارنة بالدول دي مبدئيا خلينا ندص المبادرة حياة كريمة أنها هي مبادرة تنموية هدفها تحسين كودة حياة المواطن المصري المبادرة ليه بتعد من أكبر مبادرات عالميا أو هي المشروع بقرن الحياة والعشرين أو ما حصلتش منذ 1500 سنة يعني مبادرة اهتمت بعض المستفدين ده على مستوى العالم أولاً عدد المستفدين كبير جداً اتخطى الـ 60 مليون ثانياً المبادرة من أول يوم ما تم تحضرها وهي مبنية وفقاً لمؤشرات أداء وأولويات واحتياجات وتم رصد الحجم الاستثمار أو حجم التمويل المتاح لها لو بيتجاوز لـ 700 مليار نهاردة لما نجي نبص على مبادرة حياة كريمة ونشوف إطلاقها في ضل قمة خاصة بالاتحاد الأوروبي اللي بينعم وامكانيات وموارد وتحالفات قوية جداً ده بيدل على إيه؟ بيدل على ثلاث أبعاد أساسية واحد إن مصر في حركة نموه اقتصادي قوي جداً وتم اختبار الاقتصاد المصري في أزمة كوفيد-19 وأثبت كفاقته وجدرته إنه قادر على تصمود ضد الأزمات فبالتالي معدل النموه فيه والـ potential أو الفرص المتاحة في الاقتصاد المصري عالية جداً اتنين الوعي أو ثقافة الإنسان المصري الاستراتيجية المصرية النهاردة بتركز على بناء الإنسان بناء الإنسان هو اللي هيحافظ على مقدرات الدولة المصرية في المستقبل ثلاثة الفرص المتاحة اللي هتوفرها مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة على الأرض تشتغل على مستوى البنية التحتية توفير سكن لائق تدخلات اجتماعية تدخلات صحية تدخلات مجال التعليم تدخلات في المجالات البيئية الأمر اللي بينعكس على شكل المناخ شكل الجو العام للمواطن المصري الأمر اللي هيوفر له فرص عمل الأمر اللي هيحسن له دخله الأمر اللي هيخلي فيها عملية دمج للمواطن المصري المقيم في الريف وفي صعيد مصر وهنقلل بشكل كبير جدا من نقل الريف للحضر والهجرة الداخلية اللي بتحصل ونزوح بره البلد دي النقطة اللي يمكن هنربطها برضو كان كلام فيها جوه هذا التجمع لاجرى غير الشرعية تمام وإحنا بقالنا سنين طويلة إحنا كنا بنشوف في فترة ويمكن كمان زمنة للأسف الفترة السيئة بعد 2011 كان في فترة تلاقي مركب من دمياط مش عارف راح فين مش عارف في سيناء والخروج مش عارف إيه والصوماليين بيجوا من عند إحنا سيد الرئيس أكد لهذه الدول إن إحنا لا يمر من عندنا أصلا هجرة غير شرعية الحمد لله وحياة كريمة هي اللي هتوفر للستين مليون مواطن دول إنهم ما يفكروش إنهم يروحوا والنزوح زي ما حيبتقول سواء من الريف للحضر أو إنه يخرج برى البدل لأنه برى البلد عشان هو لقى الحياة وفرص العمل والحياة الكريمة لقى طرق تحسين دخله هو الشخص لما بيجي يفكر في طرق بديلة هو الدخل مصبوط الأنصر الرئيسي اللي بيتحكم في المحور الثقافي للشخص خاصة عما يكون محدود الوعي أو ثقافة قليلة جدا إنه هو بيلجأ دايما إلى أي مصدر يحسن دخله مصبوط النهاردة لما الدولة المصرية تبدأ تخلق نقاط مضيئة في الريف المصري وفي صعيد مصر مناطق صناعية ومناطق حرفية والاهتمام بالصناعات المترنية الصغيرة والصغيرة والمتواصرة ومعرض طراثنا اللي سيد سيد الرئيس افتتحوا وشوفنا قد إيه الحرف اليدوية من القرى والمحافظات وقد إيه الناس البسيطة وهي بتتكلم وبتحكي إنه بقى ليها فرصة كل ده كل ده بي أنا عكس على قدرة ووعي المواطن المصري البسيط اللي في الريف وفي الصعيد مصر إنه هو يبقى عنده إيمان ويقين إنه فيه فرصة متاحة يقدر من خلالها يحسن أوضاعه يحسن دخله النهاردة كأنه بنسمع في التنمية دايماً يا العاصمة في القاهرة والتخوم اللي حواليها أو المدن المحيطة بالعصية النهاردة التنمية بتوصل لأبعد نقطة في مصر في المناطق الحدودية والأقصى نقطة في مصر النهاردة التنمية بتتم في صعيد مصر صعيد مصر فترة طويلة جداً كان حدش فكره النهاردة سيادة الرئيس بيشتغل في صعيد مصر من أول نقطة لآخر نقطة وفي الريف المصري من أول نقطة لآخر نقطة ومشروعات تعد مشروعات قومية مش مشروع تنمى وزغير لا هو مشروع قومي نهاردة مبادرة حياة كريمة دمجت كل المبادرات الرئيسية اللي تم إطلاقها منذ انتولى السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وابتدى يبقى الملفات كلها واضحة والملفات كلها تبقى موجودة على تركات محددة الأمر اللي خلى فيه إشادات دولية نهاردة كل المنظمات الدولية والجهات المنحة الدولية يتشيد من مبادرة حياة كريمة وشافها أنها نموذج متكامل للشراكات الفعال أول موضل يتحط الدولة حتى الاستراتيجية القطاع الخاص بيدعم المجتمع المدني بينفذ الإعلام بيوعي وبيطور وبيرفع ثقافة الشعب للتعامل مع فعليات تلك المبادرة على الأرض فهنا عندنا أربع عناصر أساسية بتتشارك من أجل توفير الحياة الكريمة الفعالية للمواطن المصر طيب دكتور حسن يعني المبادرة حياة كريمة هي بتعتبر ترجمة حقيقية للمبادئ حقوق الإنسان وهي طبعا المبادرة الأكبر في العالم يعني دي بتتبع ترجمة حقيقية لمبادئ حقوق الإنسان وموعد تحقيق التنمية المستدامة لمصر طبعا مع المشروع بيطبق كل أهداف التنمية المستدامة اللي كانت أعلنتها الأمم المتحدة في الأجندة فرأي حضرتك في المبادرة عمتا بشكلها خلينا بس نبص لكلمة حقوق الإنسان هو أي حقوق الإنسان لما بتيجي نربط حقوق الإنسان بالمبادرة هي المبادرة قامت على رصد الاحتياجات فالاحتياجات هي الحقوق الفعلية للمواطن المصر البسيط الأساسية فأولا إحنا النهاردة بنشتغل لتلبية حقوق المواطن المصر ثانيا إحنا بتشتغل المبادرة لتنمية ورفع قدرات وبناء قدرات المواطن المصر لتحسين جودة حياته وتحسين حياته مستقبليا ثالثا المبادرة بتشتغل على توفير فرص العمل وتحسين المناخ الاقتصادي رابعا المبادرة لها تدخلات صحية واجتماعية وتعليمية فالمبادرة من أول نشاط أو أصغر نشاط فيها الأكبر نشاط فيها هو بيلبي حقوق الإنسان ده أول نقطة نقطة التانية ما نتكلم على أهداف التنمية المستدامة هي التنمية المستدامة لها 17 هدف بيتطوروا دلوقتي وبتحدثوا وبتم دمجهم لكن 17 هدف مبنيين على ثلاث أبعاد أساسية بعد اقتصادي بعد اجتماعي بعد بيدي لما نجي نطبق الثلاث أبعاد على محاور مبادرة حياة كريمة هنلاقي أن حياة كريمة هي قائمة لتوفير الثلاث أبعاد بعد اقتصادي بتوفير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل وتحسين جودة حياة المواطن وتوفير دخل اللائج بالنسبة له هنبص على البعد الاجتماعي إن هي سكن كريم التحسين الصحة وتحسين التعليم بناء ورفع الوعي كدرة الإنسان البعد البيئي المبادرة نهاردة لا تدخلات بيئية نهاردة المبادرة تبطين الطرع ده اللي هو تبطين طبعا الطرع وشفنا بالطول قد إيه بعد ما كانت بتبقى مصارف ومقالب للزبيلة للأسف شايفين الشكلة ده إيه والصور اللي بنشوفها دلوقتي للأطوال اللي موجودة في كل كرة وريف مصر اتحولت إزاي؟ حجم استثمار في تبطين المصارف والطرع رهيب جدا كلنا بنشوف إن هو تبطين مصارف والطرع تبطين مصارف والطرع ده ليه تأثير على المدى البعيد للتغارات المناخية يعني النهاردة حجم الانبعاسات الحرارية اللي موجودة على كوكب الأرض مشروع زي مشروع تبطين الترع بيقلل من حجم الانبعاسات الخاصة بمصر فدي حاجة اسمها البصمة الكربونية وده موضوع شائق جدا هنلاقي حياة كريمة بتوفر ده إنها بتهتم بقاعدة تدير المخلفات تبدأ تخلق بيئة نظيف وقائمة على المعايير البيئية بشكل واضح لما تبص بعد خمس سنين من بوضرة حياة كريمة تحس بأثارها الفعلية على الأرض النهاردة المواطن عنده حلم كبير عنده هدف أساسي إنه هو شايف البلد بتتحرك شايف البلد المشروعات القومية والبنية التحتية بتتم شايف البلد بتتحول من الاستهلاك للإنتاج هو بيستعد لركوب بقى الوجب ده لأنه ده سؤال المواطن دايما يا دكتور أنا إمتى هحس دايما بيبقى في بداية كل موضوع يقول أنا إمتى هحس بالتطور اللي أنا استفيد زي ما حالك تقول مثلا في الدخل إمتى هحس بيه نتائج الانتماء التنمية الاقتصادية والقرارات الاقتصادية القوية اللي إحنا أخدناها فزي ما حالك تقول لما شفنا مدن زي الأصمارات وشفنا مدارس ومراكز الشباب وده في حياة كريمة تطوير مراكز الشباب دي نقطة برضوهمة أنا هستأذن حضرتك بس إن إحنا نشوف حاجة عن مراكز الشباب ونرجع نتكلم عن ده سلوكيا واجتماعيا برضو لأنه بيكمل هذا الموضوع فخلينا نشوف بس بعض المعلومات والفيديو جراف عن إزاي بتتم في حياة كريمة تطوير وإنشاء مراكز الشباب ونرجع نكمل مرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الرئيس عبدالفتاح السيسي يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء المجر بمقر رئاسة الوزراء صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مرة أخرى في نبأ أن عاجل الرئيس عبدالفتاح السيسي يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء المجر بمقر رئاسة الوزراء صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية طيب نرجع مرة تانية دكتور وزي ما كنا بنقول يعني مراكز الشباب من الحاجات السريعة اللي بيحس بيها أن أنا كنت في منطقتي في الريف أنا مثلا بسافر عشان نروح ألعب كورة في مركز شباب في مدينة تانية لما لاقي جنب كل دلوقتي أو قريب من قرية صغيرة فيها مدرسة ومركز شباب ومجمع طبي وده اللي بتقوم عليه دلوقتي مبادرة حياة كريمة هو ده اللي زي ما بيقوله حاجة بيودي الإحساس أن أنا لقيت شفت حاجة بسرعة ناتجة عن مبادرة حاجة بتعملها الدولة هلما نجي نتكلم على الجزء اللي هي علاقة بالخدمات اللي بتقدمها المبادرة سواء كانت بالخدمات في المجال الرياضي أو المجال الثقافي فهي بتبقى تحت بند بناء الإنسان أو البناء المعرفي للإنسان المصري ورفع قدراته نهارده الرياضة دي عنصر رئيسي اللي تحسين جودة حياة المواطن صحيا وزهنيا وبدنيا والرياضة لغة من اللغات اللي بتعزز إحساس المواطنة عند المواطن المصري والأسهل والأسرع والله بالزبط كده نهارده بيبقى فيه مواطن المصري بتلاقي كل الشعب بقاعد بيتفرج بإحساس رهيب نهارده فالدعم والاهتمام بدا طبعا ده شيء محترم جدا نهارده ما وفر الخدمات البسيطة للمواطن البسيط تبقى قدام عينه يعني نهارده ما لوفر الملعب لو موفر المدرسة لو موفر الوحدة الصحية لو موفر الأساسيات اللي بيحتاجها المواطن في مكانه مش هيحتاج أنه هو يبقى يروح من قريته للمركز أو من المركز للمحافظة ويحس ويتحس أنه هو فيه معاناة للحصول على الخدمة لا الدولة نهارده حريصة أنها توصل الخدمة للمواطن في أقرب نقطة هو أعيش فيها طيب حضرتك يا دكتور يعني إحنا ممكن نعتبر مشروع تطوير قرى ريف المصري ده أول نموذج على مستوى العالم بيمثل تجسيد واضح طبعا لنموذج الشركات الفعالة مع تعاون الدولة القطاع الخاصة المؤسسات المدنية وشركاء التنمية في دعم المشروع آه طبعا آه طبعا النهارده أما بني نبص للمبادرة حياة كريمة هي الميزة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة هو حجم عدد المسلفة دي كلمة في 60% من شعب المصري وده عدد ضخم جدا اتنين تكلم في حجم تمويل المبادرة تلاتة تكلم في عدد الأطراف أربعة تكلم في الإطار الزمني اللي بيتم تنفيذ المبادرة من خلاله النهارده المبادرة لما تم وضعها تم وضعها وفقا لتخطيط منهاجي سليم النهارده تم وضع خطة تنفيذية واضحة قائمة على الاحتياجات والأولويات الموجودة على أرض الواقع وتم بتحديد نقاط البداية ونقاط النهاية والمراكز الأولى بالرعاية والبدء في تنفيذ أنشطة المبادرة من خلالها تاني جزئية مفيد بصي على تلقي بقى الأطراف المعنية بالتنمية للمبادرة هلاقي إن القطاع الخاص مهتم جدا كله شغف بالمشاركة والدعم والتمويل نهارده نلاقي المجتمع المدني كل مبادراته النهارده اللي بيتم إطلاقها بيتم إطلاقها في إطار منهجية مبادرة رئاسية حياة كريمة نهارده لما نشوف الإعلام زمان الإعلام ما كانش بيتكلم عن مبادرات التنموية وما كانش بيهتم بإحتياجات المواطن المصري بشكل واضح لا الإحتياجات البسيطة دي هي اللي بتفرق هي اللي بتخلي المواطن يبقى دايما عنده أمل في بقرة يبقى عنده أمل إن الحلم اللي شايفه قدام عينه هيتحول على أرض الواقع لو ما شفش من خلال الإعلام مثلا فيديوهات زي اللي إحنا بنعرضها دلوقتي وموجودة على الشاشة شكل بيت كان عامل إزاي وبقى إزاي حتى لو بسيط إن بيت ما كانش ليه سقف بيت ما كانش مدهون بيت ما كانش داخله مية بيت كان جنبي ترعة تحولت ليه شكل محترم وبقى شكل التبطين اللي كنا بنتكلم عليه وهي دي النقطة اللي يمكن فعلا تم تغيير وجه الريف المصري النهاردة تم تغيير وجه الريف المصري تماما ولسه المبادرة بتشتغل طبع عشان لسه دي يا دكتور لأن فيه ناس بتقعد تقول إحنا عملين نشوف اللي بتجيبوه أنا بس بحط نفسي دايما مكان بعض المشاهدين أنا ما جاليش لسه ما جالناش حد من حياة كريمة أنا شرط النقطة إن فيه للخطة وده دايما هو طريقة التخطيط السليمة إن يبقى لها نقطة بداية نقطة نهاية الأولى بالرعاية الأولى بالقرى الأكثر فقرا وما إلى ذلك الفترة القادمة وهذه الخطة عشان نطمن الناس إنها هتشمل الجميع هتشمل وتوصل لكل الريف المصري دايما في العمل التنمي الكرة المقطة إن هي يوصل لها حياة كريمة خيني بس أقول حاجة قبل ما دايما في العمل التنموي خذينا نتفك أن لا نختلف مصبوط تمام إن العمل التنموي هو في النهاية هدفه إن أنا أوصل للكائن لإنسان نفسه للمواطن نفسه فالمواطن النهاردة اللي عايش في أسوان لا يقل أهمي عن المواطن اللي عايش في أي محافظة تاني المواطن اللي عايش هنا كل المواطنين على حد سواء هو اللي بيفرق إيه اللي بيفرق زي ما قالت نقطة البداية ونقطة النهاية المبادرة أكيد لها مخطط زمني واضح ومخطط مكاني واضح وغرافي واضح طبعا القائمين على الإعداد الاستراتيجية الخاصة بالمبادرة هم أكثر ناس جادرين بالكلام طبعا عن نقطة البداية ونقطة النهاية ولكن إحنا دورنا إيه دورنا إحنا نقول للمواطن المصري إن الدولة بتادت تتحرك والحرك لن تتوقف نهاردة الدولة بتادت تتحرك تبني بنية أساسية نهاردة الدولة بتادت تتحرك إن هي تعمل الأساسيات الخاصة بجذب السسمرات وجذب التمويلات الخارجية لجمهورية مصر العربية لبناء اقتصاد قوي ومرن نهاردة الدولة بتدت تتحرك إنها بتدت تبقى عندها أكبر مبادرة على مستوى العالم بتهتم بأكتر من 60 مليون مواطن مصري نهاردة الدولة بتدت تتحرك إن العالم بتد ينظر لمصر بمنظور مختلف تماما نهاردة كل الجهات الدولية بتشيد بمصر اقتصاديا واجتماعيا وبقيا مصر السنة الجهة تستضيف مؤتمر من أمبر المؤتمرات البيئية المرتبطة بالتغارات المناخية على مستوى العالم نهاردة مصر تعتبر من أوائل الدول اللي عندها خطة وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأمر ده إندل على شيء يدل على إيه؟ يدل إن حياة كريمة هي مش وليدة صدفة لا هي وليدة تخطيط ووليدة احتياج الدولة المصرية عايزة تبني مواطن مصري صالح منتج يقدر إن هو ينافس بشكل قوي جدا في المستقبل ويقدر يصون بقى ما هو ده كله برضو عايزة أقول لها حاجة بتحت العنوان الأكبر الدولة الوطنية ما هو إن أنا جمعت زي ما حاجة قلت كل جهات وكل سواء حكومة ومجتمع مدني ومستثمرين وأفراد وعمال وما إلى ذلك كله بقى عنده هدف واحد واللي هو زي ما كنا بنقول الأسواء الدولة الوطنية دي بتقوم على مشروع قومي مشروع أكبر دايما الناس مثلا لما كان السد العالي كله بيبص يا إمتى هنوصل للسد العالي فإحنا حياة كريمة إنها توصل لبقى كل المساويين أو الناس متساوية لأسوان زي القاهرة بقى هو ده الهدف القومي والدودة الوطنية وقوة الدودة الوطنية في الوصول للهدف ده دي حقيقة يعني النهاردة أنت حتى قلت كل مهمة جدا هو الشعب المصري دايما بيحب يلتفت حاولين مشروع قومي نهاردة سيدة الرئيس وفر للمواطن المصري المشروع القومي اللي يتم تكاتف كل الجهود وتوحيد كل الجهود حواليه هو مشروع حياة كريمة نهاردة الحلم والهدف للجمهورية الجديدة لجمهورية مصر العربية أن المواطن المصري يكون مواطن حافظ على حقوقه عارف حقوقه شايف بعينه ولامس بعينه المشروعات اللي بتتم على أرض الواقع أن المواطن يقدر يحس أنه هو منتج أنه هو زوكيمة وعمر ما ده هيقدر يحس بيه إلا لو التاولة بتريد توفر له الحياة والجو والمناخ اللائط كذلك طبعا دكتور احنا مشاهزين نخفل كمان أن مبادرة حياة كريمة سهمت في توفير فرص العمل لكل الشباب وفي جميع القطاعات لأن المبادرة يعني بتشتغل من زي ما بنقول من الألف لليأفة كل فرص العمل ده وده مترتب عليه حاجات كتيرة توفير فرص عمل تقليل فكرة أو إلغاء فكرة الهجرة يعني كل ده حضرتك شايفه إزاي في المبادرة دي قدرت بالذات لو هنتكلم عن فرص العمل حضرتك خليلا نتكلم في المبادرة حياة كريمة هي برضو فيه عناصر متشعبة حولين المبادرة احنا بنجي نتكلم في النظام الاقتصادي بشكل عام أو القطاع المصرفي بشكل عام الوقتي مصر بتتوجه نهو التحول الرقمي وجزء من التحول الرقمي الشمول المالي وأن القطاع المصرفي بقى ليه دور قوي جدا من خلال المبادرات اللي بتلقها البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتنهية الصغر النهاردة حياة كريمة بتعمل ايه؟ حياة كريمة بتبدأ تدرس الميزة التنافسية لكل مركز وكل قرية وكل محافظة ويبدأ تفصيل أو وضع مش عايزة كلمة ببساطة مشقول بيزنس موديل وضع المشروعات المناسبة اللي لايقى واللي تقدر توفرها المنطقة دي القائمة على وفقاً لإمكانيات المنطقة دي وبيتم طرح المشروعات دي على أهالينا وعلى ناسنا في الكرة والمراكز الفكرة بقيت موجودة والمشروع بقى موجود والتمويل بقى موجود كل ناقص إن المواطن ياخد المشروع يبدأ يشتغل يبدأ ينتج يبدأ ينجح بقى فيه منظومة بقى فيه عائد مستدام وقفر له الأسواق الداخلية والخارجية بل ممكن ياخد المنتج ده سواء أسواقه داخلياً أو خارجياً كبيراً التالي يشتغله بقى تانية على الحاجة تانية مهمة جداً على السبلاي تشين أو سنسل القيمة للمنتج نفسه يعني النهاردة على سبيل المثال لو محافظة بتزرع تماطق في نفس إطار المحافظة بيتم بناء مصنع السلسل في نفس المحافظة بيتم مصنع التغليف والتعبئة وده تانية مستدامة وده هو ده تحقق كل الأهداف في حاجة واحدة طبعاً يعني هي مبادرة هيلة وبتشمل جميع القطاعات وبتنقل المواطنين فعلاً لمبدأ الجمهورية الجديدة وإن هم يتمتعوا بالحياة زيهم زي أي حد ويعني مبادرة هيلة محتاجة حلقات مش حلقة واحدة دكتور حسن مصطفى رئيس المنطقة السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة شكراً جزيلاً لحضرتك نورتنا شكراً بالوقت جريم حياةكم ملحقناش بس إن شاء الله لينا تكملها بإذن الله والله بمشكرك جزيلاً على هذه المعلومات ودي أحسن ختام ممكن نختم به النهاردة حلقتنا عن حياة كريمة اللي إن شاء الله إن شاء الله هتتحقق لكل مواطن مصري موجود على أرض مصر نشكركم طبعاً على وجودكم معنا النهاردة في حلقة هذا الصباح دايماً هنكون موجودين معاكم بكل المواضيع بكل الخدمات موجودة معاكم في هذا الصباح كل يوم من 8 إلى 11 كنت معاكم أنا النهاردة محمود سعيد ونوها دروي شكراً يا نوها على الحلقة شكراً جزيلاً يا محمود ليك وإن شاء الله نقابل مشاهدينا بكرة وتكون حلقة النهاردة عجبتكو وقدمنا ليكم كل الخدمات والأخبار اللي بتحتاجوها شكراً لكم نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله مع السلامة